إيران تخطط لتصعيد هجماتها وتعمل مع روسيا على استراتيجية أوسع لمواجهة نفوذ واشنطن في المنطقة من خلال تسليح ميليشيتها في سوريا بأسلحة جديدة ونوعية هذا ما كشفت عنه التقارير الأمريكية ووثائق سرية مسربة من ملفات ديسكورد بحسب صحيفة واشنطن بوست استراتيجية تقول التقارير إنها بدعم روسي في صراع نفوذ بين طهران وموسكو من جهة وواشنطن من جهة أخرى وتضيف أن إيران أرسلت شحنة من الأسلحة النوعية لميليشيتها داخل سوريا حيث أخفتها بين مساعدات الزلزال الذي ضرب البلاد قبل نحو ثلاثة أشهر الصحيفة قالت إن إحدى الوثائق تشير إلى الجهود الواسعة التي تقوم بها موسكو وطهران والنظام السوري لدفع الولايات المتحدة للخروج من سوريا وهو أمر تعمل عليه هذه الأطراف منذ وقت ومنذ عام 2011 وعقب مواجهة رئيس النظام السوري لمطالب شعبه بالحديد والنار تحولت سوريا إلى ساحة صراع على النفوذ وتقاسم الغنائم فدخلت إيران وروسيا لدعم الأسد وحمايته من السقوط بعد الانشقاقات التي شهدها جيشه والطرار المدنيين لحمل السلاح في مواجهته بينما دخلت واشنطن لتسيطر على مناطق النفط في شمال شرق سوريا مبررة خطوتها بقانون صلاحية استخدام القوة العسكرية الذي مرره الكونغرس عام 2001 والذي كان بمثابة ضوء أخضر لاحتلال العراق عام 2003 وبين هذا وذاك تبقى بلدان المنطقة ساحة مفتوحة لصراعات قوى وحروب دول بالوكالة في ظل غياب مفهوم السيادة لدى أنظمة حاكمة لا حرج لديها في حرق شعوبها مقابل بقائها في السلطة